يقول جل وعلا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال يسبح له فيها بالغدو والآصال هنا قوله والآصال تنتهي الآية ثم تبدأ آية جديدة حسب طبعا الموجودة في المصحف تبدأ كلمة رجال في أعلى الصفحة في أعلى الصفحة ما أخفيكم سرا أنا تعجبني هذه جدا لما أراها في أعلى الصفحة رجال أنظر إليها وأنظر فيها معالم الرجولة معالم الرجولة في أبها حللها وأجمل صفاتها رجال ولهذا من يفتقد نفسه من يفتقد نفسه في المسجد في أوقات الصلوات الخمس التي بنيت هذه المساجد للرجال كما في الآية ليصلوا فيها الصلوات الخمس فليفتش في مشكلة عنده في الرجولة لأن الذي قال رجال رب العالمين ليس أي أحد رب العالمين جل وعلا هو الذي قال رجال فليفتش نفسه في الرجولة الآن لما يقولون الرجولة بعضهم لما يتحدث عن الرجولة يمسك يده هكذا يعني الشنب الطويل وإلا الفتوة وإلا أشياء من هذا القبيل الرجولة بأبهى صورها وأتمحل لها خمس صلوات في اليوم الليلة صفا إلى جنب الرجال في بيوت الله يأتي ويصف معهم قائما بين يدي ربه سبحانه وتعالى يصلي هذه الصلوات الخمس التي كتبها الله سبحانه وتعالى على عباده أما أن ينادى في المسجد حي على الصلاة حي على الفلاح ويسمع النداء ثم يجلس البيت ويصلي مع المرأة أين هذا الوصف الذي في الآية رجال رجال